اشتركوا في القناة ربيت على العلا طفلا رضيعا فما إن قط عن مجد نأيت وورثني الفضائل قوم صدق فعنهم كل مكرمة راويت ولم يأتوا من الأمجاد بيتا رفيعا شامخا إلا أتيت مقامي حيث يجهلني مقامي حرام إن أقمت فقد غويت وما أنوي سوى الشرف المعلى فنفسي دون مبلغه شريت ومن ينوي الإقامة في ديار ومن ينوي الإقامة في ديار تضيق به فإني ما نويت فمكة فمكة في جوار الله داري ولي فيها كما للناس بيته إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بها تهري بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحتى ثاني روحها المستدر ودمدمت أريح بين الفتاة وفوق الجبال وتحت الشجر فعجت بقلبي جمال الشباب وضجت بصدري رياح أخر بارك في الناس أهل الطموح ومن يستند ركوب الخطر وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الفطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحلقة اليوم تدور حول الإنجاز والإتقان معظم البشر وأمتنا من ضمنها معظم البشر ليس لهم أي إنجاز حقيقي أي إضافة حقيقية للدنيا هذا حال معظم الناس معظم الناس يعيشون في دوامة روتين نفس الأشياء بنفس الطريقة بنفس المهام لا إضافة حقيقية للحياة وقليل من الذين ينجزون يضيفون كتاب يضيفون علم يضيفون صناعة يضيفون كثير منهم يضيف إضافات إنجاز لكن ليس فيه إتقان تذكرت قصة تعلمتها أثناء دراستي للإدارة في إحدى الشركات الأمريكية كانت تنتج جهاز معين وكان عندهم نسبة خلل حوالي أربعة بالمئة من الأجهزة يطلع فيها خلل والشركة الرئيسية التي تشتري منهم متضايقة دائما تطلع أربعة بالمئة نسبة خلل فقرروا تغييرهم بشركة يابانية واتفقوا مع الشركة اليابانية على ذلك وأرسلوا لهم العقد وحطوا في العقد أنه نسبة الخلل ثنين بالمئة فلما جاء وقت تسليم الأجهزة أرسلت الشركة اليابانية علبة كبيرة وعلبة صغيرة فلما وصلت هذه سألوا المسؤول الياباني عن هذا ما هذه العلبة الكبيرة وما هذه العلبة الصغيرة قال العلبة الكبيرة هي الأجهزة التي طلبتوها والعلبة الصغيرة أنتوا طلبتوا أجهزة خربانة نسبتها 2% جابنا لكم إياها لأننا أصلا ما ننتج أجهزة خربانة أصلا هذا المستوى من الإتقان والإنجاز يسمونه زيرو ديفكت نسبة خلل صفر استطاعت شركات المتميزة أن تصل إليه الجهات الفعالة أن تصل إليه أنا أتمنى أننا كأمة نكون أمة إنجاز وأتمنى نحن كأمة عندما ننجز ننجز بإتقان عندنا مشكلة كأننا عندنا بيننا وبين الإتقان عداء صار عندي يعني شبه انطباع أني عندما أطلب شيء معين من بعض الناس يعني لازم يأتي معا خلل لماذا لا نتعود أن نحطي وننجز بلا خلل هذا البرنامج الهدف مننا في النهاية هو تغيير فكر والتغيير الفكر هذا الهدف مننا هو نحظة أمة وجزء من الفكر الذي يجب أن يتغير ويجب أن ينغرس في أذهان الشباب هو أن ينغرس في أذهانهم أن حياتك تكون حياة إنجاز ليست حياة روتين وأن يكون الإنجاز الذي تقدمه لأمتك يكون إنجاز متقن فإنجاز وإتقان هذا هو هدف برنامجنا في هذه الحلقة وأبدأ بفكرة رئيسية تقول لن تنهض أمة دون أن تتقن مهارات الحياة لن تنهض أمة دون أن تتقن مهارات الحياة المهارات أنواع هناك مهارات إدارية هناك مهارات فنية هناك مهارات علمية وهناك شيء اسم مهارات الحياة أنتم يا شباب لو أبدعتم وأتقنتم أداءكم في المدارس أو في الجامعات ووصلتم إلى الدرجات العالية في الفيزياء والرياضيات والكيميا والعلوم وأمثالها لن تنجحوا في الحياة الذي يجعل الإنسان ينجح في الحياة ليست هذه العلوم نعم هذه تساعدك على أن تؤدي عملك أن تنجز أن تتقن لكن عشان تنجح في الحياة في شيء اسم مهارات الحياة Life Skills مهارات الحياة مهارات الحياة تدور حول الأمور التالية في مهارات الحياة وإحنا كنا في أكاديمية الإبداع ندرس مادة اسم مهارات الحياة وكانت الأستاذ أبوثينا الإبراهيم والفريق اللي معاها قد أخذوا هذه المناهج من الغرب هي مناهج غربية للأسف أمتنا ما عندها مناهج اسمها مهارات الحياة لما عملوا مناهج مهارات الحياة عملوا مناهج فيها كمبيوتر ويعلموا الطفل كيف يلبس ملابسه وكيف يربط حذاجا لكم والله أشياء مثل هذه ليست هذه مهارات الحياة مهارات الحياة هي أولا القيام القيام ما هي القيام التي تؤمن بها ما هي القيام التي تمارسها دعونا أعطي مثال بسيط خذوا مفهوم مثل مفهوم الصدق الصدق الآن يدرس مثلا في التربية الإسلامية لكن ما يغرس فالسفة تعليم مهارات الحياة أن تغرس غرسا أعطي مثال يعني أنا لما أدرس مهارات الحياة في درس دين راح أحدثهم بالآيات والأحاديث عن الصدق ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة إلى آخر هذا هذا جميل جميل هذا ومهم لكنه يبقى لا يعرف الطفل كيف يحول إلى واقع نحن كيف ندرس مثل هذه المسألة عندما تكلم عن مهارات الحياة يعرض فيلم هكذا بدون وعظ في البداية نعرض فيلم الفيلم طفلين يلعبون مع بعض أصحاب مقربين لبعض بعدين ينتهي وقت اللعب يدخلوا الفصل وإذا عندهم امتحان والكاميرا عليهم وهم يأخذوا الامتحان واحد من الطفلين يغش من طفلين ثالث صاحبه يراه وهو يغش ساكت ثم المدرسة ترى الطفل هذا وهو يغش فتأتي إليه وتقول له أنت كنت تغش فيقول لا أنا ما كنت أغش غش وكذب فتقول له بلى كنت تغش فيقول أبدا ما كنت أغش فتلتفت لصاحب العزيز تقول له أنا سألك أنت شفت أغش ولا لا ويتوقف الفيلم عند هذه النقطة ويبدأ الحوار مع الأطفال لو كنت في مكان هذا ماذا ستقول لو اعترفت أنه يغش تخسر أعز أصحابك وإذا ما اعترفت أنت كذبت وبعدين يحدث نقاش وحوار فينغرس مفهوم الصدق أنا أتمنى أن تدريس الدين يتحول إلى هذه الفلسفة ليس تدريس دين منعزل عن الحياة وعظ نحن ندرس في دروس الدين الصدق طول عمرنا بعدين الناس تكذب ندرس طول عمرنا لا ضرر ولا ضرار بعدين 71% من الشباب العربي يدخن ندرسهم من غش فليس مننا ونادر الذي ما يغش ما قيمة الوعظ إذا لم يتحول إلى واقع وتطبيق فمهارات الحياة تتكلم عن القيم في درس مهارات الحياة يدرس الآداب أدب الطعام أدب الحديث أدب الاستئذان أدب الآداب في مهارات الحياة يتعلم المهارات الأساسية التي يحتاجوها في إدارة حياتهم وإدارة عملهم أتكلم عن الروضة وأتكلم عن أول ابتدائي ما أتكلم عن جامع أو ثنوي التخطيط اتخاذ القرار الإبداع وأمثالها يتعلموها وقادرين أن يتعلموها وهناك مناهج تدرس هذه المسائل ضمن مهارات الحياة يتعلمو فن بناء العلاقات ومتى يقطع العلاقة ومتى يصحح العلاقة وكيف يصحح العلاقة وفي مهارات الحياة يدرس الجوانب السلبية وليس فقط الإيجابية التدخين المخدرات الخمر الجنس هذا كل جزء من التعليم الذي يجب أن يكون في مناهجنا حتى نتقن التربية والتعليم لا بد أن تضاف مهارات الحياة ولا بد أن أيضا يتعرف الشباب على قانون إداري رئيسي نسميه قانون العمل الذهبي قانون العمل الذهبي دعوني أولا أعطيكم قانون عام قبل هذا ثم سأدخل في قانون العمل الذهبي أنا دائما أنصح الشباب اسمعوني جيدا أنا أنصح الشباب قسموا حياتكم مرحلتين والفاصل بين المرحلتين هو سن الثلاثين زائد قليلا ناقص قليلا ما في إشكال بس هذا هو السن الفاصل عمر الثلاثين قبل الثلاثين هي مرحلة أخذ تعلموا خذوا قدر ما تستطيعوا لا يصير حياتكم محاولة العطاء في بعض الناس بعض الشباب مشغول بالأنشطة والفتيات يعني من نشاط إلى نشاط من مهمة إلى مهمة وتنسى أن تدرب نفسها تنسى أن تتعلم طبعا في هذه الحالة ماذا سيحدث في نشاطه إن شاء الله في أجر كبير لكن الإنسان خالي خاوي ما عنده مهارات ما عنده علوم ما عنده قناعات تساعد على الإنجاز قارن هذا بشخص آخر خطط أنه إلى سن الثلاثين معظم حياته ليس كلها طبعا لا بد في أعطاء لكن معظم حياته أخذ تعلم وسأعطيكم القانون بعد قليل ثم بعد الثلاثين يبدأ يعطي فقبل الثلاثين معظم الحياة أخذ وقليل من العطاء ثم بعد الثلاثين يبدأ العطاء ويستمر الأخذ الأخذ ما يتوقف التعلم لا يتوقف هنا دعوني أنطلق معكم مع قانون ترونه معي على الشاشة هو قانون العمل الذهبي يقول هذا القانون قسم حياتك حسب العمر كالتالي في العشرينات ركز على العلم تعلم أكبر قدر من المعلومات من العلم خذوا معلومات اقرأوا تعلموا احضروا دروس ابحثوا حاوروا العلماء جالسوا ركزوا على العلم في الثلاثينات طبعا ليس بضرورة بهذا الترتيج يعني ممكن واحد أيضا يستمر في العلم في الثلاثينات ما في مشكلة هو يبدأ في العشرينات بالذي سنتكلم عنه أيضا ما فيه إشكال لكن هذا على الأقل أنت عارف عارف ماذا تحتاج في الثلاثينات التركيز سيكون أكثر على المهارات أكثر من تعلم المهارات في الثلاثينات هنا نتكلم عن مهارات تتعلق بالإدارة تتعلق بالإلقاء طبعا طبعا ممكن تتعلمها مبكرا ما فيه إشكال لكن ما تتجاوز الثلاثينات وأنت غير متمكن من المهارات بعض الناس اليوم أنا احتكيت ببعض العلماء ما يعرف يستعمل كمبيوتر ولا يستعمل حتى المسج هذا ما يعرف يستعمل ما يصير الدنيا اختلفت اليوم في الأربعينات ركز على أن تتعلم فنون الإشراف والإدارة بأكبر قدر ممكن تعلم كيف تدير مهارات الإدارة أكثر وعلم يعني التركيز على الإدارة كعلم وكمهارات وكسلوك وممارسة وإنجاز ومتابعة والإدارة فيها طبعا التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرار هذه القضايا الرئيسية للمارسها تعلم كيف تمارسها بشكل صحيح لكن إذا وصلت إلى الخمسين ركز على القيادة في الخمسينات كرس وقتك للقيادة أكبر بأكبر قدر ممكن أكثر من تركيزك على الإدارة أو على المهارة في الخمسينات هنا أنا دائما يسألوني ايش دورك في الشركات والمنظمات والقناة التي دورها أقولوا أنا دوري قيادة وليس إدارة أنا ما أتابع العمل اليومي وتفاصيل العمل اليومي أنا أركز على القيادة والقيادة أنا ذكرتها لكم سابقا وأعيدها لأهميتها القاعد يركز على ست أشياء أي شيء آخر هو إدارة القاعد يركز على التخطيط ويركز على العلاقات الرئيسية ويركز على الإبداع ويركز على التقدير ويركز على التدريب ويركز على حل المشكلات التي يعجز عنها الآخرون هذه قيادة أي شيء آخر هو إدارة والله متابعة حضور وغياب حل مشكلة بين اثنين في مشكلة عطل فني في جهاز هذا كله إدارة هذه ليست قيادة فالقائد يركز على هذه الأمور إذن إذا استطعتم أن تفعلوا هذا حولتم حياتكم إلى التركيز على الإنجاز وعلى الإتقان ومزيد من المهارات والفهم لهذه المسألة سيساعدنا أكثر على أن نكون من المنجزين المتقنين إن شاء الله أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة ونحن نتكلم عن الإنجاز والإتقان في النهاية أي عمل نعمله لا بد أن يكون فيه إنجاز فيه إضافة وحتى يكون فعالا لا بد أن يكون فيه إتقان من الأفكار القيادية الرئيسية أن القياد الناجح هو الذي يحسن توجيه أتباع نحو الهدف ما هي القيادة أصلا القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف أذكر غصة حدثت أثناء دراستنا في أمريكا أن أحد الأساتذة طلب من الطلبة طلب من واحد من الطلبة طلب منه بحث قصير ليس طويل لكن طلب منه أن يعمل هذا البحث فعمل الطالب وقدمه للأستاذ في ثاني يوم الأستاذ رجع على البحث قال أروح أشتغل صح إيش هذا البحث فالطالب سكت أخذ البحث راح تعب وجاب ببحث ممتاز وقدم مرة ثانية فالأستاذ هنا رجع له ثاني يوم البحث قال أنت مستواك أحسن من هذا راح أشتغل صح فمسكين هذا الطالب راح تعب تعب شديد و جاء ثاني بعد فترة بالبحث وقدمه للأستاذ قال له أستاذ ما أقدر أعمل أحسن من هذا خلاص قال له متأكد قال له ما في مجال أحسن من هذا ما أقدر أسويه قال له إذن الآن سأقرأه و لم يقرأه لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية هو كان عنده هدف أن يحرك نحو الإتقان نحو الإنجاز فما في مشكلة أن نعيد مرة و مرتين بس نتأكد أن شغلنا صح دعوني أعطيكم محصائيات عن العالم العربي و أعلق عليها ما هي أسباب عدم الإنجاز كشف موقع بيت دات كام وهو أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط في دراسة جديدة قام بها على موقعه الإلكتروني و نتائجها الدراسة تمت و ظهرت نتائجها في 2009 يقول البحث عدم تقدير جهود الموظفين في العمل الموظف لما ما يستشعر أنه جهود مقدرة يشكل الحاجز الأبرز أمام تطوير الإنتاجية أكبر حاجز أمام الإنجاز والإنتاجية و الإتقان هو عدم التقدير و ذلك في قانون ذهبي من قوانين الإدارة العمل الذي يكافأ يكرر تريد عمل متقن يكرر مرة أخرى كافئ أما عمل متقن لكن لا يكرر لا يقدر لن يكرر وهناك درجات طبعا من التقدير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء منتهى المدح طبعا لكن الوحدة في الحقيقة لا تكفي من القصص الطريفة التي صارت معي مرة واحد من الأخوة كان في الأسانصير في المصعد في واحد من الأخوة الآخرين جاي مستعجل يريد أن يلحق والمصعد كان على وشك أن يغلق الباب فقام اللي داخل ووضع عيدة عشان يفتح الباب فانفتح الباب واللي جاي متأخر ركب فلما دخل قال له شكرا فالأخ هذا قال تفت عليه قال له لو قلت جزاك الله خير أعترى أحسن من شكرا قال له يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء انت شايت بس فتحت باب يعني شكرا كافي فأي درجات من التقدير طبعا ممكن تقول شكرا ممكن تقول جزاك الله خير ممكن تعطي تعطي معها مكافأة ممكن تمدح معها العمل الذي يقدر يكرر والناس ما تنجز إذا لم تشعر أن عملها قد كوفئ وقدر 41% من المشاركين في هذا الاستفتاء قالوا أن قلة أو عدم تقدير جهودهم المهنية هي السبب الرئيسي في عدم تحفيزهم للإنجاز والعطاء 41% يرون أن المشكلة الكبرى هي في أنهم لم يقدروا نكمل في هذه الإحصائية 30% من الذين تم استفتاءهم قالوا السبب الرئيسي في عدم إنجازهم الغموض في المهمة أو المهام الموكلة إليهم 30% ما يدري بالضبط ماذا يريد المسؤول منه يكلفون بمهام عامة ما هي محددة وليس لها وقت محدد وليس لها معايير للإنجاز محددة أنا قاعد أتكلم عن هذا حتى نستطيع أن نعالج هذه المشاكل تريد من من حولك أن ينجزوا حدد لهم بالضبط متى كم كيف كم يكلف حدد بوضوح كلما كانت المهمة واضحة كلما زاد الإنجاز وزاد العطاء والإتقان و 14% من الذين تم استفتاءهم قالوا إن عدم مشاركتهم في صنع القرار يؤثر سلبا على إنتاجيتهم وهذا مفهوم عام في علم الإدارة أن الذين ينزل عليهم القرار نزول من فوق حماسهم لهذا يكون قليل بينما الذي يشارك في هذا القرار الذين يشاركوا في صنع القرار يسألوهم ما رأيكم كيف نطبق ما اقتراحاتكم الذين يشاركوا في القرار حماسهم له يزيد فإحنا إذا كنا نتكلم عن الإنجاز والإتقان واحدة من وسائل زيادة الانتاجية والإنجاز والإتقان واحدة منها هي أننا نعطي فرصة للمنفذين أن يشاركوا في صنع القرار هذا المفهوم ليس مفهوم إداري فقط هذا مفهوم إسلامي أساسي جاء في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه هذا الحديث صحيح صحاه الألباني وغيره فإذن إتقان العمل هو جزء من ديننا بعض الناس يتصور أن الدين هو صلاة وعبادة وقرآن جزء من الدين أن تتقن وظيفتك تتقن عملك بل أنا أقول أكثر من هذا اسمعوني جيدا الذين يتسيبون في أعمالهم عند وظيفة معينة ثمان ساعات ولا أقل ولا أكثر ثم يتسلل لواذا هكذا يحرب من الوظيفة بدون ما أحد يدري يروح يتخلص له معاملة ولا أكل سندويشة هذا حرامي الذي يفعل هذا بدون استئدان هذا حرامي لأنه يدفع له مقابل هذا الوقت يدفع له مال فلما يسرق من الوقت هو سرق من المال هكذا أنا أفهم الدين ما نلعب مضطر محتاج تستعذن أما تخرج بدون استئدان فهذه سرقة من الوقت وهو سرقة من المال الإتقان مطلوب في كل شيء ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوقف الرجل صلى ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فراح الرجل وصلى ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع المسكين وصلى مرة ثانية ثم جاء وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال والله يا رسول الله ما أحسن إلا هذا ما أعرف هذا الطريق الصلاة اللي أعرفها فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ وعلما كيف يصلي خطوة خطوة وبإتقان هذا المفهوم بشكل عام أي واحد من الشباب ينجز إنجاز غير صحيح سأقول له اذهب اعمل انجز فإنك لم تعمل فإذا جاني وما أنجز صح روح اشتغل صح روح اتقن فإذا جاني مرة أقال ما أعرف أمسك وعلم أين الخطأ وعلم كيف يتقن عمله هكذا تنهض أمتنا يا شباب لا يمكن أن ننهض إلا بإنجاز وإتقان في الصلاة وفي الحياة وفي كل عمل نعمل مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم عن الإنجاز والإتقان هذه المشكلة الكبيرة التي في أمتنا لن ننهض لن نبني حضارة لن ننافس بدون أن نكون أمة إنجاز وأمة إتقان أنا هنا أريد أن أذكر لكم بعض القصص هي تلخص مفاهيمي حول هذه المسألة أبدأ بالقصة الأولى اسمها البيت الأخير للنجار كان في شركة نجارة كبيرة وعندها عدد كبير من النجارين وفي أحد النجارين عمل في هذه الشركة أكثر من ثلاثين سنة ثم قرر التقاعد رغم أنه مبدع ومتقن وممتاز جدا لكن قرر التقاعد فحاولوا أن يقنعوا أن يستمر فأصار قال يكفي خلاص أنا خلاص قررت أن باقي حياتي أعمل أشياء أخرى فهنا جاءه رئيس الشركة قال أنا عندي بس طلب صغير وبعدها تقاعد قال ما هو قال أنا في بيت واحد أريد أن أنت تسوي يعني هذا آخر بيت وأريد أنت تشرف عليه أنت تعمله ما بأي واحد ثاني يعمله قال لا أنا خلاص أبي أتقاعد قال لا بس هذا البيت عشان خاطري فتحت إلحاح رئيس الشركة وهذا وافق فقام وسوى هذا البيت طبعا لأنه مستعجل يبي يتقاعد وبعدها ما أحد راح يحاسبه خلاص وآخر مهمة لا سواها صح ولا سواها غلط ما في لها أثر في ترقيات ولا غيرها فالنجار هذا تساهل سوى حي الله مواد وحي الله وبطريقة يعني يعني مبتذلة ما بذل لا جهد في الإنجاز ولا جهد في الإتقان وانتهى بناء البيت بسرعة لكن بشكلها جيد لكن من داخل الأمور كلها خربانة فهنا جاء للرئيس الشركة قال له هذا مفتاح آخر بيت سويته لكم والآن تسمحوا لي أنا رايح فوقف رئيس الشركة وحضنه وقال له أنا أشكرك جدا على السنين الطويلة اللي قضيتها معانا وكنت مثال في كل شيء وأنا الحقيقة عملت هذا البيت هدية لك لو كان يعرف أن هذا بيته كان رح يعمل فيه هذا سبحان الله الاتقان والإنجاز في النهاية سينعكس على الأمة ثم سينعكس علينا سينعكس علينا مرة واحد يقول لي كيف نصلح التعليم فواحد نط قال لازم نصلح المعلمين عشان يصلح التعليم المعلمين هم اللي فيهم مشكلة فقلت له اسمعني المعلمين هؤلاء خريجين أين خريجين كلية المعلمين كلية المعلمين يدخلها من يدخلها خريجين الثنوية اللي جاءوا من الابتدائي فالخلل من هناك من هناك بدأ الخلل ورجع على التلاميذ من جديد أي خلل نعمله أي خلل سينعكس علينا كثير من الشباب سامحوني على الجرأة لكن كثير من الشباب حتى فيه ناس حدثون يقول أرجوك اطرح هذا الموضوع كثير من الشباب يغش في الامتحانات للأسف حتى المتدينين منهم يغش في الامتحانات أنا أسألك بالله سؤال لو جيت تركب في طيارة وعلمت أن الطيار كان قد نجح بالغش تركب الطيارة وكذلك في كل جوانب الحياة فكر فيها أنت عندما تغش في الامتحان تغش نفسك وأقول لك شيء أكثر من هذا مع السنين لما تكبر وتصل إلى المناصب وتتذكر لحظات اللي أنت غشيت فيها ستحتقر نفسك ستحتقر نفسك أنا أذكر مرة في إحدى محاضراتي عملت مرة بعدين تبت لأن النتيجة كانت مؤلمة مزعجة كنت في محاضرة يحضرها حوالي أربع تلاف شخص وأكثرهم متدينين فقلت أسألكم بالله وبعدين ما كررتها بس عشان ما نفضح الناس أسألكم بالله من فيكم لم يغش أبدا في حياته بالله عليكم تكونوا صادقين معي ومع أنفسكم من الأربع تلاف شخص الجالسين لم يرفع يده إلا أربع أشخاص والحمد لله أنا واحد منهم أربع تلاف الذين لم يغشوا أربعة كيف ستنهض الأمة كيف والله كل الوعظ وكل البرامج اللي في قناة الرسالة ولا غيرها لو حفظوها الناس لا قيمة لها في نهضة الأمة إذا لم يطبقوها ويحولها إلى إنجاز وإتقان هذا الإنجاز يبدأ بالتعلم ويبدأ بقناعات في أهمية الإتقان والإنجاز وأن الإتقان يحبه الله عز وجل فيأجرك عليه ويحبه الناس وينعكس عليك وعلى أمتك فإذا فهمت هذه المعاني ستأخذ العلم وتضيف لمهارات والمهارات تمارسها فتتحول إلى تدريب ومع السنين يتحول إلى خبرة أنا هنا أريد أتكلم كلمتين عن قضية الخبرة لعل لعل أشرت إليها سابقا وشير إليها مرة أخرى بسرعة هذا في رئيس شركة يابانية كان قليل الكلام وكان ناجح جدا فأحد الشباب الصحفيين قال أنا أتكلم معه وطلع معه مقابلة قال هذا ما يقابل أحد وإذا قابل ما يتكلم قال أنا أعرف كيف أطلع مننا الكلام فراح قابله قال وهذا الطريقة يسمونها الأسئلة المفتوحة يعني ما تسأل سؤال جواب رقم أو جواب نعم أو لا إنما سؤال لا يضطر يتكلم فسأله السؤال الأول ما هو سر نجاحك لا أعزب يتكلم فقال قرارات جيدة وسكت فهذا الشاب يعني يطلع كلام ما اكتف فوقف معه قال له كيف تعلمت تتخذ قرارات جيدة قال بالخبرة وسكت فأنا ظل قال له كيف اكتسبت الخبرة قال قرارات سيئة هذا القصة على بساطتها اسمعوا فكروا معي فيها كلام صحيح نعم الإنسان لما يبدأ يتعلم سيخطئ إذا أخطأ وعاقبنا ماذا سيحدث لن يحاول مرة أخرى سينتظر أوامر وذلك نصيحة ننصح دائما للآباء والأمهات والمسؤولين لا تعاقبوا على الخطأ لا تعاقب إنسان حاول وأخطأ عاقب على عدم المحاولة اللي ما حاول أصلا هو اللي تعاقبه وعاقب الذي حاول وأخطأ وعلمنا وكرر نفس الخطأ إذا عمل خطأ آخر ما عندي مشكلة لكن يكرر نفس الخطأ هنا الإشكال فإذا فهمنا هذه المعادلة طبعا أنا عندما أعمل سأخطئ وكلما زادت أعمالي ستزيد أخطائي فلازم تصبروا علي لازم تصبروا علي هذا جزء من الحياة مع الأيام ستتكون شيء اسمه الخبرة 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 هذه لما درسونا إياها درسونا إياها على شكل قصص من هذه القصص قصة لطيفة جدا اسمها قصة خبير إصلاح السفن وتروى نفس القصة تقريبا على قصة إصلاح الآلات الصحية باختصار قصة خبير إصلاح السفن تعرفون السفن غالية جدا خاصة تكلم السفن العملاقة ففي سفينة عملاقة بالملايين الموتور خرب المكينة هذه بدأت ما تشتغل صح وحاولوا أن يعني يعالجوها ولا يصححوا الخطأ ما استطاعوا فقالوا خلاص نرجع للي صنعها يعني هو اللي يمكن يكتشف لنا إياها فطلبوا مننا وكان قد تقاعد فقالوا بس احنا ما طالبين منك تصلحها بس قول لنا وين المشكلة احنا ما عارفين وين المشكلة فجاءهم وبدأ يفحص السفينة يفحص السفينة وبعدين راح المحل قريب من المكان لإصلاح السفن واشترى علبة طباشير تعرفون الطباشير اللي يكتب عليه الألواح السودة فاشترى علبة طباشير ورجع وبعدين في قطعة صغيرة في مكان يعني معقد فراح على هذه القطعة وحط علامة أكس بالطباشير على هذه القطعة وقال غيروا هذه القطعة تشتغل وفعلا غيروها وفعلا اشتغلت عجيب يعني القطعة صغيرة كانت هتخسرهم ملايين فشكروا وقالوا لا ترسل لنا فاتورتك لو سمحت فأرسل لهم فاتورة خمسين ألف دولهار فطبعا هم ما استكثروها يعني وما سوى شيء بس حط أكس فرئيس 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 قال ارسلولا خلي يكتب قائمة تفصيلية بتكاليفة توزيع التكاليف كل بند كم قيمته ما فيه بند هو بند بس حط الأكس فهو عرف فقام أرسل فاتورة فيها سطرين السطر الأول تكلفة علبة الطباشير واحد دولار سطر الثاني أين تضع الأكس تسعة وأربعين ألف وتسعمية وتسعة وتسعين دولار هذه أين تضع الأكس يا شباب هي التي نطلب منكم أن تتقنوها لا يكفي أن تكون موظف لا يكفي أن تكون مهندس لا يكفي أن تكون مدرس أتقنوا عملكم سكونوا من أصحاب الخبرة هنا الخبرة ستعلمكم كيف تؤدوا العمل بطريقة أسهل وبطريقة أسرع وأكثر فاعلية وأقل تكلفة ما هي الإدارة أصلا ما هي الإدارة الإدارة هي تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكاليف هذه ستتعلمها بالخبرة يا شباب يا بناتي الله يرضى عليكم لا تكتفوا بأن تؤدوا العمل أدوا بإتقان ولتكونوا خبراء قللوا التكاليف على أمتكم كلما قل التكاليف ذاتت الأرباح قللوا الوقت عندنا مهمة كبيرة اسمها نهضة أمة وأتقنوا عملكم وأخلصوه لله عز وجل أختم هذه الفقرة بالحديث على مثل يقول في أمثال عربية والله أمثال سيئة جدا يعني في مثل يقول أنا عبد المأمور أنا عبد المأمور من هذا عبد المأمور هذا هذا في مثل مصري ثاني يقول أربط الحمار وين معاي الصحب يعني لا تفكر لا تفكر احنا ما طبعا ما جئنا بك عشان تفكر احنا جئنا بك بس عشان تنفذ تنفذ صح تنفذ غلط ما هي مشكلة المهم بس تنفذ ما هو مطلوب أن تفكر أصلا أنا تكلمت عن هذا في مفاهيم القيادة وتكلمت عنه في عدة حلقات لا يصير تعاملنا مع أبنائنا لا يصير تعاملنا مع الذين يعملون حولنا بهذه الصورة هؤلاء بشر عندهم عقول يستطيعوا أن يفكروا يستطيعوا أن يبدعوا يستطيعوا أن يضيفوا وأنت أيضا يا شاب يا فتاة لا تقبلوا أن تعيشوا عبد المأمور تنفذ ولا تفكر إذا رأيت خطأ فقف وقل هذا خطأ وبيّن للمسؤول ساهم في نهضة أمة نهضة الأمة ليست فقط أنك تتعلم وإنما تنفذ وتتقن وتبدع وتكون من أهل الخبرات وتصحح وتقف أمام المخطئ عندما يخطئ نزيد من هذه المعاني وحواري مع الشباب بعد الفاصل إن شاء الله أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة ونحن في الجزء الأخير من حلقتنا حول الإنجاز والإتقان ولا يمكن أن يكتمل تعليم الحياة إلا بموضوع الإنجاز والإتقان حدثتكم عن كثير من المعاني المتعلقة بهذا لكن بقيت معادلة رئيسية كيف يكون للإنسان في أعلى درجات إنجازه في أعلى درجات عطاءه لها معادلة سأحدثكم عنها لكن بعد ما أسأل الشباب عنها أنا لم على فكرة في كل الحلقات أنا لا أعطيهم الإجابات أنا أترك الإجابات عندهم سؤال لكم يا شباب كيف يكون الإنسان في أعلى درجات العطاء والإنجاز تفضل محمد دكتور أنا أعتقد أن يحب ما ينجز لكن يبدع في إنجازه فإذا الإنسان أحب ما ينجز ستكون أعلى درجات العطاء أنا لي معادلة في هذه أقولها بسرعة إذا عملت حفظها حفظوها إذا عملت في ما تحسن ستنجز لكنك لن تبدع إلا إذا عملت في ما تحشق فعندما يحشق الإنسان ما يعمل عندها سيبدع وليس فقط ينجز فهذا صحيح ممتاز فضل لأحمد بسم الله رحمن الرحيم أول شيء الشخص مفوض عندما يريد أن ينجز عمل ينجزه في آخر إنجازه يعني يتعف من أول مرضى نعم لا ينجز تدريجه ينجز القليل الباقي يتركه نعم فحاول أن تتقن من أول مرة حاول أن تعمل أحسن ما عندك من أول مرة جميل بعد المعادلة التي قاعد أفكر فيها لسه ما حد قالها تفضل يا هاني بسمي أحمد الرحيم تحسين الأسلوب أسلوب الإدارة أسلوب التعاون مع الموظفين تحسينه شوفوين الخلل تحسينه إلا ما يكون فيه خلل بين الموظفين وإدارة نعم جميل هذا فيه كلمة لأدسن يقول هناك طريقة أفضل لأداء أي عمل فأي عمل تعملوه تذكروا هذا القانون أنت عملتها بطريقة معينة هناك طريقة أحسن منها بس تحتاج تفكر فيها وتشوف طريقة في الإدارة فن التعامل مع الناس النظام التكنولوجي إلى آخر فنعم هذا من الأشياء وفيه تغيير إيجابي نعم التغيير ممكن مثلا الشركة مثلا أبسط شيء ممكن الصبغ أو الديكور ممكن غيره بيساعد عن تحسين نفسية المؤظف فيساعد على العطاء نحن هذه نسميها حسن البيئة التي حواليهم البيئة العمل المادية ليس فقط المعنوية وسيتحسن الإنجاز وهذا صحيح كل اللي قلتوه صحيح لكن هناك معادلة يسميها معادلة الإنجاز أو التوظيف الأعلى للطاقة سأذكرها بعد قليل لكن خلونا ناخذ خالد وبعدين نقول لكم المعادلة دكتور واحدة من النقاط أنت قلتها أن يشتغلوا مكان يعشقه يعني ليس طوال حيات يكون فيه مجاله يشتغل فيه بعدين يروح يتوظف مكان حتى ما لا يشتغل من المكان الذي يشتغل فيه وبس يصير وظيفته أنه بس هات 8 ساعات سنخلصهم عشان أقبض فلوس ما رح يكون فيه اقترب جدا من المعادلة التي قاعد أتكلم فيها طيب عشان الوقت شكرا يا خالد شكرا يا شباب المعادلة أحفظوها أكتبوها خلت تصير جزء من حياتكم خاصة أنتم الشباب في المراحل الدراسية أعلى درجة أنا مرة طلب مني في جمعية الإصلاح عندنا في الكويت قالوا لي نريد درس عن التوظيف الأعلى لطاقات الشباب كيف نوظف طاقات الشباب بأعلى درجة فأعجبني الموضوع بدأت أبحث فيه فلم أجد ما وجدت أحد كتب في هذا المسألة كيف نوظف طاقات الشباب بأعلى درجة ممكنة فقلت خلاص منذ أن ما أحد كتب خلينا نتفلسف فاتفلسفت قاعدت أفكر أفكر كثيرا من اللي إنجازاتهم أعلى من غيرهم ولماذا فوجدت القانون التالي واحفظوه عندما يكون تخصصك الدراسي هو نفسه وظيفتك هو نفسه مجالك في التطوع كل إنسان عنده دراسة وعنده وظيفة وعنده أعمال تطوعية يشارك فيها تقافية اجتماعية خيرية إلى آخر إذا كانت متناسقة فالطاقة والإنجاز والإنتاجية تكون في أعلى درجات أعطي مثال تخيلوا شاب تخرج من كلية الهندسة ما حصل شغل في الهندسة فعمل عمل في إحدى الشركات مهمته إدارية وهو متطوع في جمعية خيرية يخدمهم في تحفيظ القرآن الكريم ما في أي علاقة بين الثلاثة الآن قارن هذا بفتاة تخرجت في تخصص الإعلام وحصلت على وظيفة في مجال الإعلام وتخدم مركز تحفيظ القرآن في اللجنة الإعلامية كم إنجازها وكم عطائها فأعلى درجات الطاقة والإنجاز بالإضافة ما ذكرتو كل ما ذكرتو صحيح لكن نضيف لها هذه المعادلة الرئيسية هل هناك تناسق بين التخصص والوظيفة والتطوع عندها يكون الإنجاز في أعلى درجاته تذكروا يا شباب أنكم في سن التعلم وأمامكم حياة طويلة وتذكروا هذه الحكمة العطائية يقول ابن عطاء رحمة الله عليه ما فاتك من عمرك لا عوض له وما حصل لك منه لا قيمة له أي كل ما فات من عمرك لا عود له فإذا أفرقته من العمل الصالح ومن العطاء ومن الإنجاز للأمة فاتك خير كثير وما بقي لك من عمرك ما حصل لك من عمرك ما بقي لك من عمرك لا يقدر بثمن هذا أنفس ما تملك أغلى ما تملك هو الوقت هو عمرك لأنك تستطيع أن تتوب وتعمل الصالحات وغيرها فيقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه بقية عمر المرء ما لها ثمن يدرك ما لها ثمن يدرك ما لها لا تقدر بثمن فإذا فهمت هذا وأضفت معنى جميل حفظته في حياتي يقول غدا حفظوها غدا هو أول يوم فيما بقي من عمرك فإذا فهمت هذا فتفهم أن مجال التوبة ومجال التعوير عن الأخطاء السابقة والعطاء والإنجاز والتعلم والإخلاص ما زال مفتوح أمامك مهما كنت قد فعلت من المعاصي أو من الأخطاء أو من العيوب فهذا قد فات لا يعوض لكنك تستطيع أن تصححها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها شكر الله لكم حسن متابعتكم وإلى أن ألتقي معكم مع حلقة جديدة من علمتني الحياة أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم تبخر في جوها واندخر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر